السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزى المشاهدين في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الأهلي هنتكلم فيها عن قصة وكتبة المهاجم الأجنبي اللي السوشال ميديا كله بيتكلم عنه لكن في البداية صديقي ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلامة في بداية الأمر طبعا كلنا عارفين إن خلاص انتقالات يناير على الأبواب والنادي الأهلي بيسعى وبكل قوة بيسعى وبكل قوة إن النادي الأهلي يحط مهاجم بديل للفرنسي أنتوني مودست اللي طلع صفقة فشلة فشلة بكل المقييس ومش عايز أظلمه ممكن الراجل يكون برضو عدم التأقلم بتاعه على الكرة المصرية ممكن يكون حاجة تانية خالص لكن طبعا كل مصر دلوقتي هتتكلم في الفترة أو في الأيام اللي جاية على قصة المهاجم الأجنبي وحطهم أسماء كتيرة جدا للنادي الأهلي مرة تراوري مرة بكار مرة صمواه اللي هو اللاعب ميدياما الغاني وعلى فكرة هتسمعوا قصة عودة موليكا وحتسمعوا قصة عودة سوزة وحتسمعوا حاجات كتير جدا جدا هنتكلم على مهاجم مهاجم ومن وجهة نظركم قولونا مين الأنسب لقيادة خط هجوم النادي الأهلي في يناير في حالة رحيل أنطوني مودست أول حاجة هنتكلم على موليكا جاكسون موليكا النادي الأهلي بيتفوض مع موليكا بقاله تلت مواسم تخيلوا معايا تلت مواسم إدارة النادي الأهلي بحجم النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي والأمور المادية العالية داخل النادي الأهلي مش عارفين يتعقد مع موليكا بقاله تلت مواسم كارثة بكل المقييس وتعد نقطة سودة في سجل مجلس إدارة النادي الأهلي اللي هي لحد الآن مش عارفة تجيب مهاجم بقوة وبقدرات مهاجم يكون فذ بمعنى الكلمة للنادي الأهلي النادي الأهلي حضرات لا يقل شيء على الأندية الأوروبية النادي الأهلي لا يقل عن ريال مدريد ولا يقل على برشلونة ولا ليفربول ولا الأندية الكبيرة دي آه يقل في المستوى الفني ولكن المستوى الإداري لا يقل النادي الأهلي من أكبر أندية إفريقيا وأقصر الأندية الإفريقية حصولا على البطولات يبقى النادي الأهلي لازم يقول له مهاجم قوي قوي جدا جاكسون موليكا مفيش خلاف على قدرات موليكا موليكا عند 24 سنة موليكا في فترته الأخيرة مش أفضل الناس ومش أفضل المهاجمين أو أنا من وجهة نظري مش هو المهاجم اللي أنا من وجهة نظري تمام اللي أنا أرشحه للنادي الأهلي النادي الأهلي يلزم قدرات مهاجم بقدرات عالمية النادي الأهلي يلزم مهاجم بقدرات عالمية ومجذبش عليكم أنا خايف على النادي الأهلي في كاس العالم للأندية لأن بالمستوى اللي إحنا شايفينه ده بالمستوى اللي إحنا شايفينه ده النادي الاهلي صعب جدا عليه البطولة اللي جاية دي خصوصا مباراة اتحاد جد السعودي وانت بتلاعب مجموعة من اللعيبة المحترفة العالية جدا سواء برازيلية او فرنسية او زي ما انت عايز تقول اول لكن النادي الاهلي برضو ليه الهيمنة بتاعته وللقوة بتاعته وللشراسة بتاعته اذا موليكا رقم واحد هتسمعوه في الاعلام الفترة اللي جاية وانا من وجهة نظري مش برشح موليكا لقيادة خط هجوم النادي الاهلي رقم اتنين واللي هو مطلب كولر سوزا جوستافو سوزا لاعب الفريق الكوري الجنوبي سوزا على طولة النادي الاهلي مطروخ وبقوة وبشدة وسوزا بينتهي العقد بتاعه في اخر ديسمبر يعني سوزا خلاص اهتمت هيقلي كده ان العقد بتاعه بكرة سوزا فري طيب هل سوزا يكون مهاجم للنادي الاهلي هل سوزا يكون هو مهاجم النادي الاهلي الجديد في يناير في حالة واحدة في حالة رحيل مودست طيب هل سوزا هو الخيار الانسب ايضا للنادي الاهلي من وجهة نظري هو مهاجم كويس بس برضو بقول لحضراتكم مش هو المهاجم اللي النادي الاهلي يحتاجه مش هو المهاجم اللي النادي الاهلي عايزه سوزا فري في واحد سوزا فري خلاص الشهر اللي داخل ده علينا شهر 12 سوزا بعد كده فري اذا سوزا هيجي ليك مجاني سوزا هيجي ليك مجاني تمام تمام فلازم نكونوا عارفين مع بعض ان جوستافو سوزا ايضا ايضا من وجهة نظر الشخصية برضو مش هو المهاجم الفلد اللي النادي الاهلي محتاجه عشان يقود خطه هجوم النادي الاهلي علشان يترجم الهجمات اللي بتيجي للنادي الاهلي برضو سوزا مش هو المهاجم الانسب للنادي الاهلي ده من وجهة نظري الشخصية التي ليس لها قيمة على الاطلاق وحضراتكم ايضا في التعليقات قلونا الكلام ده اخر كلام وصل لما النادي الاهلي لعب امام مدياما الغاني تمام واللاعب اللي هو رقم 3 المهاجم بتاع مدياما الغاني مفيش اختلاف على قدراته مهاجم قوي جدا كمان بيلعب في منتخب غانة لعب دولي بيلعب مع كوكبة من النجوم الاقوية جدا واحنا عارفين طبعا الكرة الغانية كرة بتمتاز بالمهارات والقوة والسرعة وزي ما تقول طيب طلع كلام ان النادي الاهلي بدأ يتفاوض مع مدياما الغاني علشان يجيب المهاجم رقم 3 اللي هو صمواء والله صمواء مش عارف الاسم بالزبط طب يا جماعة ما هنا فيه معضلة وفيه مشكلة اول حاجة اللاعب ده لعب في بطولة افريقيا اذا النادي الاهلي مش هيستفاد بيه افريقيا خلاص هو لعب مع مدياما خلاص النادي الاهلي حتى لو جابه اللاعب ده هيلعب مع النادي الاهلي محلي فقط تمام وليس في بطولة افريقيا اذا اللاعب ده صعب ان النادي الاهلي يتعاقد معاه لهذه المشكلة الاهلي عايز مهاجم معاه يكمل معاه دوري ابطال افريقيا ويكمل معاه الدوري الافريقي اللي احنا هنتكلم عليه كمان شوية اذا المهاجم مدياما الغاني لاعب ليس في حسابات النادي الاهلي نهائيا نهائيا خصوصا ان الوقت ده فعلا هو ده الوقت تسويق اللاعبين اي لاعب هيرتبط اسمه بالنادي الاهلي الحصيل الحصالة المادية بتاعته هترتفع ليه لان النادي الاهلي يا جماعة نادي كبير وزوء اعلام قوي جدا 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 فكل اللي انتو بتسمعوه على لاعب مدياما الغاني عاري تماما من الصحة وغير يعني مش موجود في حسابات النادي الاهلي نهائيا خصوصا حتى لو كان موجود انه مش هيلعب مع النادي الاهلي في البطولة الافريقية ده بالنسبة للاعب مدياما الغاني هنتكلم فيه مهاجم كمان طلع اللي هو محمد كانوتي كانوتي كان معروض على النادي الاهلي في يناير تمام والنادي الاهلي كان خلص معه كل حاجة ولكن كولار رفض الموضوع ده خالص رجع محمد كانوتي تاني تمام على رادار النادي الاهلي والنادي الاهلي خلص كانوتي والنادي الاهلي عمل وسوى يا جماعة النادي الاهلي مش هيتعاقد مع مهاجم غير لما يحل مشكلة مودست مودست ماضي مع النادي الاهلي موسم قابل للتجديد مودست النادي الاهلي مستحيل يجدد له دلوقتي النادي الاهلي عايز يسوق مودست عايز يمشي الراجل متمسك بقيمة عقده فهنا في مشكلة علشان النادي الاهلي يفكر في مهاجم يبقى لازم يمشي مودست لان النادي الاهلي ما عندوش اماكن في القيمة نهائي ما عندوش اماكن في القيمة تمام فاذا محمد كانوتي مطروخ ولكن ايضا بعيد بعيد نهائيا اللاعب الاخير اللي معنا اللي هو تراوري تراوري ايضا اللاعب المالي ظهر في الصورة ان النادي الاهلي بيفوضوا والاعلام في تونس خارب الدنيا على تراوري النادي الاهلي قريب من التعاقد مع تراوري النادي الاهلي يا جماعة كل ده اجتهادات اعلامية علشان ما حدش يضحك عليكم وعلشان ما حدش يوجع في دماغكم النادي الاهلي لن يتعاقد مع اي مهاجم غير بعد رحيل مودست طب في اسماء مطروحة في اسماء مطروحة واسف مش هقولها لحضراتكم على فكرة اسماء جديدة نهائيا جديدة خالص مش من اللي انتم سمعتهم دول اسماء جديدة خالص واسماء قادرة على قيادة خط هجوم النادي الاهلي لان الكابتن محمود الخطيب شغال في الملف ده هو والبشمهندس عدل القيعي بنفسه بعيد عن لجمة التخطيط خالص الكابتن محمود الخطيب هو اللي متولي الموضوع بتاع المهاجم هو والبشمهندس عدل القيعي بنفسه اذا هتسمعوا الايام اللي جاية دي دي وقت لقمة العيش ودي وقت الاكتهادات ودي وقت كل حاج هتسمعوا كتير هتشوفوا كتير ده الاهلي جاب فلان ده الاهلي جاب علان ما تصدقوش اي حاجة صدقوني ما تصدقوش اي حاجة النادي الاهلي لن يتعاقد مع اي مهاجم اجنبي غير بعد رحيل انطوني مودست لان مودست دلوقتي عقبة جبيرة جدا ولازم النادي الاهلي يفكر في تسويقه الاول ده اللي لازم تكون حضراتكم عارفين بكل الموضوع دي بالنسبة للدوري الافريقي النسخة الاولى اللي حصلت اللي النادي الاهلي خرج من صندونز فيها بالهزيمة في صندونز واحد صفر والتعادل في القاهرة يعني من وجهة نظر انه هيتم الغاء هذه البطولة خصوصا ان البطولة دي كانت فشلة بكل المقاييس وكانت موجهة بكل المقاييس من وجهة نظري لن يتم استعادة البطولة ولم يتم تنظيم البطولة مرة تانية لانها بدرت بالفشل الكبير جدا 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 بكده صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اتمنى من الله ان الحلقة تكون عجبة خضرتكم يريد فضلا وليس امرا ادعمونا باللايك للفيديو علشان نوصل الحلقة لكل الناس وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك اهم اخبار النادي الاهلي اول باول بشكرك صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية اشوفك على خير مع السلامة